مرحبا بكم مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي تابعونا ليلى في نشرة الثانية عشرة بتوقيت السعودية في أخبار الآن للحديث في نشرتنا عن بعض الملفات ومن الملف السوري سوف نتحدث طبعا عن تنفيذ الشرطة تبعا لتنظيم داعش حملة اعتقالات جديدة داخل الأحياء التي يحتلها التنظيم طبعا في مدينة دير الزور في سوريا طبعا وحملة الاعتقالات التي تنفذها القوى التابعة لتنظيم داعش وأيضا قوات النظام السوري والميليشيات الموالية طبعا تنفذ في الأحياء المحاصرة والخاضعة تحت سيطرة حملة اعتقالات مشابهة أيضا للشبان أيضا سوف نتحدث في هذه النشرة عن إشادة المبعوث الأممي إلى سوريا ديمستورا بجهود المملكة العربية السعودية لتوحيد المعارضة السورية كل هذه المعلومات والملفات سوف تتبعونها الليلة في نشرة الثانية عشرة ترجمة نانسي قنقر